طيب اللحق هو كلمات يعني الناسخ وهو ينسخ النسخة اللي أمامنا دي الناسخ نسخها من نسخة تانية كانت هي الأصل بتاعه فلما نسخها وابتدى يكتبها كان بينقل طبعا مثلا ثلاث كلمات من النسخة الأساسية اللي بينقل منها وبعدين يكتبهم هنا ثلاث كلمات مثلا أو أربعة وبعدين يكتبهم هنا وهو بيكتب الكتابة دي في حاجات بينسى يكتبها نظر وبينتقل أو بيحصل أي حاجة فبعد ما بينسخ الكلام ده بيجي يراجع تاني يعني بعد ما ينسخ المخطوط يجي يراجع المخطوط من اول وتاني كلمة كلمة عشان يشوف لو حاجة سقطت او ما كتبتش او كذا فلو لأ حاجة ما كتبتش بيكتبها في الهامش كده او بين السطور ويكتب جنبها صحة شايفين دي شايفين الكلمة اللي مكتوبة بعد صلى الله عليه وسلم دي دي صحة 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 دي يعني ايه يعني هذا الكلام الذي كتب على الهامش من النص الاصلي اصلا لكن انا نسيته عن اضعه يعني صحة انه من النص الاصل لكن النسخ بينبهنا انه سقط منه هذا الكلام اثناء النسخ ثم استدركه بعد ذلك. يقول ليه بيحطه صح ما يبقى معنى اللحق انه شيء الحقه الناسخ بالنص لانه اصلا من النص لكنه سقط منه اثناء النساخ اثناء الكتاب. ففهمنا معنى اللحق? تمام ممكن سؤال يا شيف? انا مش شيء بس ممكن سؤال. تمام. ماشي? تفضل يا سلام. هو مكانة هنا كده صح ولا ممكن يحطها في ايه مكان عادي? يعني ممكن يحطها في شوية ممكن يحطها تحت شوية. اللي هو اللحق يعني? اه. اه هو طبعا بيكون علامته انه بيطلع علامة كده. ده 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 كلام عام يعني فيه علامات تانية. بيطلع علامة هنا? عشان يعرفنا مكان وفين في النص. فالمكان هنا بعد اجابته. في اجابته صلى الله عليه وسلم اليهود. فبيطلع العلامة كده ويكتب هنا. ممكن يكتب فوق شوية. ممكن يكتب تحت شوية. مش مشكلة. سعب بيحصل الكلام ده. ممكن يكتب على اليمين. ممكن يكتب على الشمال. لكن لو هي على الشمال هيطلع الخط للشمال كده. في الاتجاه ده كده. اه فمسألة انه هو يطلع فوق او ينزل تحت يعني ده بيحصل بابا. اه لكن هو بيكون يعني قريب يعني مش هيكون هنا مسلا. مش هيكون في بقى ده اوي كده. او او سفول جدا للاسفل هكذا. لا بس بيكون. علي يعني فوق اه يعني مسألة نسبية يعني. فوضح معنى اللحق. نعم. طيب وضح للكل. حد مش فهم حاجة يسع. طيب لما بنيجي نكتب اللحق ده. بنكتبه ازاي? بنكتبه عادي خالص. ما بنشرش لأي حاجة. ما بنشرش لأي حاجة. وحنا بنكتبه في الورد بنكتب في الورد التاسع والعشرون في اجابته صلى الله عليه وسلم عن يهود عن مسائل كذا كذا. الى الى اخره. لا ننبه على شيء. مدام الامر واضحا. وتأكدنا ان هذا اللحق ووجدنا صحة في اخره. وطبعا صحة دي بتكتب باكتر من شكل يعني. كما سيأتي سنرى في المخطوطات خلال القراءة يعني. وفي النماذج التي ستكون في مجموعة الدروس التي احضر لها يعني ان شاء الله. انا حضرت طبعا والنماذج عندي كل حاجة. بس حين تخرج ان شاء الله ستظهر النماذج بإذن الله. طيب اكمل يا السلام. الباب الثامن اقرأ من هذا. الباب التاسع والعشرون. نعم. في اجابته صلى الله عليه وسلم اليهودة عن مسائل لا يعلمها الا نبي. الباب السلاثون. طبعا. 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 شايفيني السلاثون عاملة ازاي? الاخوان اللي حضروا معنا مبارح. شايفيني السلاثون عاملة ازاي? في ايه السلاثون طيب? السلاثون دي سهل ان انك تخريطها تعرف ان يا السلاثون لو ما كانش فيه التاسع والعشرون والحadic والثلاثون بعدها? سهل انك تفرأ تعرف ان دي السلاثون? لا. طبعا فيه قمور بالبان بالسياه�. طبعا. لانه هنا. طب ايه المشكلة اللي حصلت هنا في الكلمة دي. اكتبوا لي كده الصعب فيها. كلمة دي الصعب فيها. هي مش واضحة ان هي دي ثلاثون يعني. طيب ايه السبب ان هي مش واضحة? حد يعرف? قم لما يأتوا يكتبون ثلاث يكتبونها ثلث في المخلوطات غالبا. ساء لا مساء. هكذا. لا يضعون الالفة المتوسطة في في بعض الكلمات. مثل اسماعيل وابراهيم. اسماعيل تكتب اسماعيل ابراهيم ابراهيم. هكذا. مثل اسحاق. اسحق. معاوية. معوية. لا يضعون هذه الالف. ما كانوا يكتبونها. غالبا يعني. وانا بقول غالبا انك احنان هتلاقيها مكتوب. لكن غالبا ان لا تكتب. فالثلاث حين يكتبونها لا يضعون الالف المتوسطة فيها. طيب. ثلاثون نفس الوضع. لكن زاد هنا انهم لا نقط. ما فيش نقطة اصلا. هنا. ثم لم يرفع القلم وهو ايه. بين الواوي والنون. لم يفصل. فالواوي والنون جاءت ملتصقة. فعشان كده هي هنا مش واضحة. بص الثلاثون تحتها برضو. هنا في نون. بس دي اوضح شوية. ليه? فصل. الواوي يعني ايه? في فصل بين الواوي والنون شوية. والنون فوق الكلمة. فالدنيا واضحة شوية. لكن هنا هذه اشكلات من اجل ذلك. واضح? نعم. طيب. كميلا يا وصالة فرح. الباب. الباب الثلاثون. الباب. الباب الثلاثون في رؤيته صلى الله عليه وسلم الاشياء من وراء ظهره. نعم. الباب الحادي والثلاثون في انه صلى الله عليه وسلم كان يرى في الظلمة كما يرى في الضوء. شايفين الهمزة بتاعت الضوء فين? نعم. هو الواوي. وغالبا لا تكتب. او كثيرا ما لا تكتب يعني. لا اكتبونها اصلا. كميلا يا صلى فرح? الباب الثاني والثلاثون في اصابة دعائه صلى الله في اجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. طيب احنا ليه انه اصابته ليه انه اجابة? هو كتب الجيم لم لم يكتبها يعني ببرأسا واضح او بمثلث. لم يضع طب احنا ليه قلنا اجابة وليس اصابت? لا يوجد سن للصاد. طب ما ممكن يكتب الصاد من غير سن. معي صادة هي من غير سن. صلى الله عليه وسلم ايه? وصلى الله عليه وسلم هي من غير سن. ده يوجد شيء يعني وكأنه فيه. فيه حد تتكلم دلوقتي. مين اللي تكلم? انا سياق الكلام. سياق الكلام. الله يفتح عليك. لانه الطبيعي ان نقول اجابة الدعاء وليس اصابة الدعاء. لان هذا هو هو السياق هنا معناه هذا اصلا. الباب الثاني والسليسون في اجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. لكن لما نقول اصابة دعائه هو ممكن استدى فرح تكون كانت منتظرة ان السياق يكون فيه مثلا ايه? ان الدعوة اصابت فلان مسلا. نعم. قريبت فاصابت فلان مسلا. دعوته فيه فلان. لو كان السياق كده كان ممكن نقول اصابة. ولو كان على حسب السياق وان حدس اشكال نضع هامش على كلمة هذه الكلمة ونثبت بالاعلى في الصلب. ما يترجح عندنا سواء اجابة او اصابة. ان كان المعنى يحتمل السياق يحتمل الكلمتين. ونضع هامشا بالاسفل ونقول مسلا لو كانت دي النسخة الف مثلا. في النسخة التي تحقق الكتاب نقول في وتحتمل في الف اصابة ان كنا كتبنا فوق اجابة مثلا. ده لو في احتمال يعني. واضح كده? نعم واضح. طيب. تماما اصلا فرح حكم. في اجابة دعائه صلى الله عليه وسلم. اه ابواب فضله صلى الله عليه وسلم على الانبياء عليهم السلام. اه شايفين السلام? شايفين السلام هنا عاملت ازاي? في ايه غريب في السلام هنا? السلام. اولا السين لم يضع لها الامتداد الذي يكون لها عادة. ولم يضع لها. اسنان السين يعني? الاسنان حتى ليس الاسنان فحسب يعني عادة تكون يعني ممدودة اكثر. الفارق بين اللام واللام يعني. نعم. مساحة السين يعني. طيب جميل. حد تاني شايف حاجة? اه الالف. الالف مش موجودة ممتاز جدا. اه حاجة تانية ينبغي الاهتمام لها اه او الانتباه لها عند القراءة في طريقة الناس. هو احيانا يكتب السين بسلس اسنان هكذا. واحيانا بغير اسنان مثل هنا. وسلم. ها. واضح? نعم. نجد هنا ها كذا. بغير اسنان وهنا بغير اسنان. واحيانا يضع الاسنان مثل العشرون هنا. فلازم ان انت تبقى واخب بالك من طريقة الناسخ بيكتب ازاي? والكلام ده هيبان على يعني على عدة كلمات. لانك قد تجد انه في الغالب بيرسم السين بسلسة اسنان. او في الغالب بغير اسنان. او يخلط. يعني ماشي بالامور كده. طيب هو بيعمل كده ليه? لان اغلب النساخ اصلا او عدد كبير من النساخ. هم ليسوا لا يكتبون بخط واحد.